عن حذيفة بن اليماني رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أدب عظيم من الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأنهم ما كانوا يبدؤون بالأكل إلا بعد أن يضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يده في الطعام وهذا أدب عظيم من أداب الإسلام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم وهي احترام الكبير والوجيه فالإنسان لا يتقدم بين يدي والدي في الأكل والشرب أو مثلا أي إنسان كبير يأخذ منه هذا فائدة أن الإنسان يتأدب بحضور الكبير فلذلك الأولاد في البيت ما يأكلون قبل رب الأسرة قبل أن يضع الوالد يده أو الوالدة لا ينتظرون ينتظرون فما يبدؤون إلا بعد أن يبدأ وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم